قضت محكمة جنح مدينة نصر الدرجة الأولى للتقاضي ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات وتغريم اللاعب مئة ألف جنيه وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة خمسة سنوات وننشر تفاصيل الحكم ونكشف بالوقائع كيف لن يجبر حسين الشحات على تنفيذ الحكم النقطة الأولى الخاصة بالحبس لمدة سنة جرى فيها النطق بالحكم مع إيقاف التنفيذ ما يعني أنه سوف يجري إيقاف تنفيذ الحبس لمدة ثلاثة سنوات إذا لم يصدر في حق اللاعب أحكاما قضائية أخرى خلال هذه الفترة النقطة الثانية وهي حرمان اللاعب من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة خمسة سنوات لن يجري فيها أيضا إيقاف اللاعب عن اللاعب مع النادي الأهلي في أي بطولة رياضية سواء الدوري المصري أو دور أبطال أفريقيا أو أي بطولة عالمية أو محلية ولكن حرمان اللاعب فقط من الترشح إلى أي منصب إداري في مجلس إدارة أي نادي رياضي لمدة خمسة سنوات وفي السياق فإن اللاعب لا يزال أمامه درجات تقاضي أخرى تبدأ بدرجة الاستئناف على الحكوم الصادر عن محكمة جونح مدينة نصر أول درجة من جانب آخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي لمدة ستة مباريات بسبب مخالفة اللوائح في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي وكذلك تغريم الشيبي مئة ألف جنيه أيضا وفي النهاية إذا كانت لديكم أي استفسارات خاصة بالنادي الأهلي أو أي بطولة يشارك فيها تستطيع أن تترك الاستفسار في التعليقات وسوف نقوم بالرد على التعليقات والأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته